ترجمة نانسي قنقر ورعايته بالحفاظ على الطابع التاريخي والثقافي لمملكة البحرين وإنفاذا للأمر الملكي السامي أكد مجلس الوزراء تفعيل خطة عمل فورية للمحافظة على الهوية التاريخية لمدن وقرى المملكة وإطلاق خطة تطوير مدينة المحرق العريقة ونوجه هنا بخطة عمل تختص بالمحافظة على الهوية التاريخية والثقافية لمباني ومدن البحرين وسنعمل في سياق ذلك على أحياء قصر عيسى الكبير الذي سنعتمده كأحد المقار الرئيسية لعملنا ومعها الأحياء المعروفة بمدينة المحرق التي نتطلع إلى عودة أهلها لها تكريما لذلك المجد الوطني المشهود في وطن الطيبة والكرامة وطن الطيبة والكرامة كلمات سامية تخللت خطاب جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم أيده الله خلال افتتاح دور العقاد الثاني من الفص التشريع السادس كلمات خرجت من القلب لتصل إلى قلوب جميع المواطنين الذين يشعروا بدفء كلمات جلالته وعمقها وجمالها فمملكة البحرين بكافة مدنها وقراها تزينت وتلألأت بهذه الكلمات التي أضاءت بنورها شوارعها وأحياءها فالتوجيه الملكي السامي بوضع خطة عمل تختص بالمحافظة على الهوية التاريخية والثقافية لمباني ومدن البحرين وأحياء قصر عيسى الكبير والأحياء المعروفة في مدينة المحرق عكس مكانتها لدى جلالة الملك المعظم وشعب مملكة البحرين بالإضافة إلى ما تتمتع به هذه المدينة العريقة والشامخة من إنجازات تاريخية سطرها أبناء مدينة المحرق عبر أزمنة عدة حيث كانت وما زالت منارة للريادة والتقدم ومهد العلم والتعليم ومنذ صدور التوجيه الملكي السامي والجهود الحكومية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بدأت لتنفيذه فقد وجه سموه بتفعيل خطة للمحافظة على الهوية التاريخية والثقافية لمباني ومدن مملكة البحرين وإطلاق خطة تطوير لمدينة المحرق إن هذا التوجيه الملكي جاء تكريما للمجد الوطني ومكتسباته وعكس حرص القيادة الحكيمة على الحفاظ على الطابع الثقافي والتاريخي الذي لا طالما تميزت به مملكة البحرين تاريخيا وهو بمثابة وسام فخر يضعه كل مواطن على صدره ليعمل على تنفيذه ضمن فريق واحد هو فريق البحرين حبا وإجلالا لوطن المجد ليستمر التاريخ في سرد قصص الحضارة والإنجازات التاريخية المطبوعة على ملامح ومعالم مدن وضواح وطننا الغالي مملكة البحرين لأجيالنا القادمة ترجمة نانسي قنقر